قبل ما نتكلم على ماتش النهاردة عايز أتكلم في موضوع محيرني ومحير البعض هو حضرتك لما يكون الأهلي يعني بعيد عنك يعني فيه إدارة حكيمة بتراعي مصلحة النادي قبل كل شيء والأهلي لما بيجي ياخد قرارات بياخد قرارات مدروسة مش محتاج تقييم لهم المنافسين ولا حتى من أصدقاء يعني النادي الأهلي من المفترض إن أي قرار بياخده مش بياخده بصورة عشوائية عمر النادي الأهلي ما كان كده عمره إنما بيتم مناشط كل شيء قبل ما يطلعوا القرار وعلى فكرة على فكرة واجب علينا هنا في قناة النادي الأهلي إن إحنا ندافع عن النادي الأهلي عشان اللي ساعات بيزعله ويقولك أنتو ما بتقولوش الحقيقة لا إحنا بنقول الحقيقة واجبنا إن إحنا نساند النادي الأهلي نساند نساند مجلس قدارة النادي الأهلي نساند نساند جهاز الفني للنادي الأهلي لجهزة الفنية كلها مش كرة بس نساند لعيبة النادي الأهلي كلنا كده واجب علينا نعمل كده أنا دلوقتي لما بيحصل حاجة في النادي الأهلي بقفل على نفسي باخد قراري ما ليش دعو بأي حد تاني مش مطلوب من أي حد تاني ولا ولا أي نادي منافس إنك تناقش قرارات النادي الأهلي وساعدتك بتناقش قرارات النادي الأهلي ليه؟ ما تخليك في نفسك الأول يعني أي قرار بياخدوا النادي الأهلي بتلاقي من نفسين بيعود يحللوا القرار ليه بتحلل القرار؟ وبعدين يحلل القرار في مش مثلا عمود مثلا بيكتب واحد بيقول رأيه لا في قناة يعني قرار واخدوا النادي الأهلي بيتحلل في قناة غير قناة النادي الأهلي قناة في قوية بعدين عدريتك من المفترض من المفترض إنك تحلل القرارات بتاعتك أنت بتاعت النادي اللي يخصتك بتاعت القناة مثلا الجهاز الفني لما خد قرار في عقوبة محمود كهرب مش مطلوب أبدا ولا ولا فيها كمان يعني أنت لو أحد لما تفكر فيها تقول طب الراجل ده طلع في قناة غير قناة النادي الأهلي بيناقش عقوبة النادي الأهلي الكهرباء عارف لو أي قناة عادية ماشي إنما قناة فقوية ويقول لك الأسباب كذا وكذا 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 حضرتك لو إنت عندك فكرة عن النادي الأهلي النادي الأهلي طول عمره طول عمره صاحب مبدأ النادي الأهلي طول عمره عنده حاجة تعلمناها طول حياتنا أن أنت ملكش دعوة غير بنفسك أنت بس والنادي بتاعك أنت بس ما تبصش لحد تاني ما تتكلمش عن حد تاني تتكلمش خالص إنما على مدار ثلاث أيام عمالين يتكلموا في قناة منافسة إيه رأيك في القرار إيه رأيك في قطوبة كهرباء إيه رأيك مش عارف هو إيه ده هو حضرتك قناتك اسمها قناة الأهلي ولا هي قناة عامة تقدر تتكلم في الموضوع ده دي قناة قوية يعني أنا من حقي أتكلم على اللي بيحصل جوه نادي تاني منافس وإحنا عارفين يعني في حاجة كثير جدا نتكلم عنها لا مش أصلوبنا ولا مبدأنا في النادي الأهلي وما تعلمناش كده في النادي الأهلي كل نادي أكيد عنده مشاكله كل نادي عنده قضايا يناقشها مع نفسه كل واحد فريقة التعامل هي اللي بتفرق في الموضوع ده كله هل انت شفت حضراتك في النادي الأهلي جينا تكلمنا على نادي منافس في القناة هنا إن هو خد قرار في كذا أو عندك مشكلة في كذا ده يعني لو جينا بقى عن المشاكل ده احنا ممكن ايه نتكلم من هنا للصبح ده مش أصلوبنا ولا منهجنا إحنا في قناة الأهلي هدفنا معروف بندفع عن النادي الأهلي بنشيد بالإيجابيات وبننبع السلبيات حتى لما بنجي لما بنجي بنتكلم على سلبية من السلبيات لما بنجي ننتقد بيبقى نقد بناء مش نقد هدام ده النادي بتاعنا دي قناة النادي الأهلي اللي المفروض توقف ورا النادي الأهلي مش تهد النادي الأهلي والكلام ده برضو عايز اقول لبعض نساند مجلس النادي الأهلي نساند الجهاز الفني أو الأجهزة الفنية في النادي الأهلي نساند لعيب في النادي الأهلي ده واجب علينا يعني عندك في نادي قزمة مستحقات وقزمة مش عارف تجديد لعيب وقزمة مش عارف ما بين حراس المرء شفتين انا جيت اتكلمت لا مش هنجيب سيرة الموضوع ده هنا قناة بتدفع عن نادي انت عندك قناة بتدفع عن نادي خلاص خليك في نادي بتاعك عايز تتكلم في حاجة تكلم عن نادي بتاعك ايه اللي دخلك انت في الاهلي